اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على المشرق فمرحبا بكم في هذه الحلقة التي سنسلط فيها الضوء على هذا المشرق على مسيحيه على ارضه على تاريخه وعلى حياته اليومية فيما يخص التطورات التي تتتابع وتتلاحق خاصة على الساحة الاردنية ومعنا ضيف مميز هذا الضيف النبيل سيطوف معنا في الكثير من المحطات ونتوقف عند الكثير من القضايا التي تهم ابناءنا واحبتنا فمرحبا بكم واهلا وسهلا أحبتنا إن ضيف النبيل هذا المادبي العزيزي الأردني المسيحي الأصيل المنتمي لهذا المشرق تاريخا وجغرافيا وأصالة نتوقف معه في هذا المساء وهو الذي عرف عنه أنه عمل وهو بالأحرى من أعمدة الصحافة والإعلام الأردنية إنه نبيل غشان سعادة النائب الذي كان عضوا في مجلس النواب الثامن عشر وقبل ذلك كان دوما يحمل قلبه وفكره بنكهة أردنية أروبية مسيحية مشرقية ضيفنا الأستاذ نبيل الغشان تخرج من الاتحاد السوفيتي وحصل على شهادة الصحافة في التلفزيون وعمل في الصحافة عرفته الحياة وعرفته العرب اليوم وعرفناه نحن كثيرا في عديد من المحطات والمؤسسات والمواقع ولكن في هذه الليلة نقول لضيفنا أبو سيف الحمد لله على السلامة وكفيت ووفيت يعني بعد حل المجلس النواب للتو صدرت الإرادة الملكية بعد أربع سنين من الجهاد وهذا النضار الذي قمتم به شو بتقول اليوم بعد حل مجلس النواب يعني أولا مساء الخير لجمهورنا الحبيب في كل مكان وأنا سعيد أنا أكون على نورسات يعني أنا أعتقد أنه المشهد بشكل عام في المشرك كله مشهد غير مريح يعني أنا قضيت أربع سنوات عضوا في مجلس النواب الأردني قبل ذلك أنا قضيت عشر سنوات في مجلس النواب الأردني أيضا صحفيا على الشروفات أنا قضيت مجلس النواب الأردني عشر سنوات تزاملت أنا وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليوم نعم كان يغطي الجوردان تايمز وأنا كنت أغطي جريدتي فعمليا عندي خلينا نقول أنظروا بعينيني عين الصحفي وعين الرقيب على السلطة التنفيذية أنا سعيد بأنه مجلس النواب الأردني أنهى مدته كاملة غير منقوصة أربع سنوات شمسية لا بل زاد يوم عليها أنا واحد خلينا نقول اليوم لما بانظر حوله وبشوف الأردن وبشوف يعني خلينا نقول الأمن بشوف الأمان في الأردن صحيح فيه مشاكل وفيه قضايا وفيه كثير يعني ملاحظات إلنا لكن بنظل نعتبر أنه الأردن بلد مستقر بلد آمن بفضل طبعا قيادته بفضل شعبه ووعي مؤسساته أنا يعني سعيد أني عبرت هالأربع سنوات وبعتقد أني عبرتها دون خسائر كثيرة تسمح تسمح نعم بدنا أكشف حساب كم سؤال قدمت الحكومة أنا قدمت خمسين سؤال يعني تقارير راصد أنا كنت في المقدمة فيها دائما يعني حتى بالحضور أنا لم أغب لم أغب جلسة إلا إذا كنت خارج البلاد يعني وأنا بعتقد أنه من ميتين وسبعة وخمسين جلسة أنا سبعتاش جلسة فقط لم أحضر قدمت أسئلة قدمت مداخلات كانت مداخلات كثيرة جدا نعم ويعني كان فيه نقاشات شديدة في كثير من القضايا وأذكر منها موضوع ضريبة الدخل قانون الأحوال الشخصية كان فيه عندنا مشكلة إحنا كمسيحين في قانون الأحوال الشخصية نعم واستطعنا أن نحلها بطريقة يعني حضارية ومحترمة قانون المطبوعات والنشر أو حتى مش القانون الجرائم الإلكتروني بعد أربع سنين من الجهاد ومئتين وسبعة وخمسين جلسة خمسين سؤال وين أكثر محطة أنت أحسست باعتزاز بأنك أنجزت في هذه المحطة أول شي أنا أنا يعني مررت بخلال الثلاث سنوات بثلاث محطات مع حكومتين حكومة الحكومة الأولى حجبت الثقة عنها مرتين والحكومة الحالية أنا أعطيتها الثقة أنا كنت بشوف حالي كثيرا لما بحجب الثقة لأنه الأصل يعني أنه أنت دورك أن تمارس دورك الرقابي على السلطة التنفيذية لأنه كثر الذين يعطون لكن الذين يحجبون الثقة هم أقلاء لذلك أنا أعتقد هذا دوري أن أحجب الثقة ودوري أن أحاجج الحكومات ودوري أن أجادل الحكومات ودوري أن أسألها ودوري أن يعني لا أقبل إلا أن أقوم بدوري كاملا تحت أي ظرف كان إلي استجواب يعني قدمت كثير من المداخلات وخصوصا تحت في المواضيع القانونية وأنا زملائي كانوا تحت القبة كانوا بيعتقدوا أنه أنا دارس قانون وطلهم لا أنا دارس صحافة أنا مش قانون يعني بس أنا هوايتي القانون أنا بأعتقد أنه كثير مهم أن نعطي مجالس النواب دورا لأنه مجلس النواب عندما يأخذ دوره كاملا غير منقوص ينعكس ذلك على السلطة السياسية في البلد أنت قلت نعطيه ولا نأخذ ولا النائب يأخذ دوره لا هو يعني خلينا نكون واضحين في مخاوف لدى كثير من النواب يعني فيك بعض النواب يعني لما بدخلوا لأول مرة نحجب الثقة على الحكومة طيب بكرة بروحونا يعني كيف يروحوك ما بروحوك احجب الثقة شو البشكلة في مخاوف يعني دائما العملية السياسية في المنطقة المشرك بشكل عام يعني شو بها كثير من الخوف كثير من الشكوك كثير من لكن بالأصل أنا تعلمت من مهنة الصحافة اللي مارستها بحدود 28 سنة ونص أنا بأعتقد أنه يجب في في سقف في سقوف حمراء خلينا نقول في المنطقة العربية بشكل عام لكن أنا كصحفي لمست السقف إلى أعلى مستوى يعني زي ما تقول مصيت الجنين إلى آخر لحظة يعني ما خليت فيها شي أما السقف بدك سقف عالي بدك أنت كمان تشمخ وتصل للسقف العالي وتكاد تلامسه أما إذا بدك تظل سقفك عالي وانت قزم ما عملت شي ما قدم شي إلى الآن بعد الأربع سنين بعد الأربع سنوات يقرر سعادة النائب الأستاذ نبيل غيشان أنه ما بده يترشح مرة يعني شوف النيابة النيابة للأسف في المنطقة العربية ومنها بالأردن أولا النائب اللي بده يشتغل وبده يتابع حقيقة بتعب كثير بتعب وبدفع ثمن مواقفه يعني مش كل إشي بمر بسهولة عليك لكن أنا كنت مترشح وكنت يعني ناوي أخوذ الانتخابات لكن للأسف يعني شفت الكثير من إخواننا يعني اندفعوا باتجاه المقعد وإحنا عنا في محافظة مادبة مقعد مسيحي وحد فكان بحدود 16 شخص يتنافسوا علي أنا شفت أنه الموضوع يعني يعني لازم على الأقل تيجي منك مبادرة وأنا كنت في قمة عطائي وخرجت والحمد لله كان في هناك كثير تقدير لهذا الموضوع بالعكس يعني خروجي وأنا وأنا في القمة أفضل من ما أرجع ولا سيما أنه يعني اللي عندك أنت قدمته يعني إحنا كمان كثير هذه أخطاء سياسة في المنطقة العربية جوزش والرادالله بظل قاعد فيها إلى آخر الأبد الأبدين لا يا عمي خلي هالناس تأخذ دور خلي هالعالم تأخذ أدوار أنا بأعتقد أنه في شباب كمان طالعين إحنا مارسنا دور ولعبنا دور في وظيفتي كصحفي وأيضا كنائب خلي الأجيال الصاعدة اليوم اليوم المشاكل كثيرة في المنطقة اليوم السوشال ميديا صار يحكم العالم اليوم السوشال ميديا مش قادرة تتجاوب على السوشال ميديا مش قادرة تقوم بأدوارها نتيجة واحد بعلق في آخر قرية على الحدود السورية ولا آخر قرية على الحدود السعودية أنا بحكي على الأردن لذلك إحنا اليوم بدنا نعطي المثال للآخرين أنه يا عمي يجرب مرة وخلي هالآخرين يجربوا وحقهم إنهم يجربوا بعد أربع سنين سؤال يتبادر إلى الذهن الأستاذ النبيل غيشان عشر سنوات وهو يتابع ويراقب وينقل أخبار الحياة البرلمانية من تحت القبة إلى إلى جمهورنا لما دخلت معترك العمل النيابي تحت القبة إيش اكتشفت هل هناك أو كنت على اطلاع بكل ما يجري يعني أن تكون أنت مراقب بختلف عن أن تكون تحت القبة صحي شو يعني أبونا أنا قلت لك أنه أنا دخلت عشر سنوات تحت القبة كنت صحفي أنا بعتقد أنه كصحفي كنت أصل إلى كل كل ما أريد يعني كانت العملية بالمناسبة أنا بحكي عن 1993 لألف 2003 في ذلك الوقت كان مجلس النواب مختلف عن الآن العملية السياسية كانت مختلفة العملية السياسية قاعدة بتتراجع للأسف في منطقتنا العربية بشكل عام وانت بتشوف الآن النزق والطريقة والأسلوب ويلا على الشارع ويلا يعني أصبحت الناس مختلفة تماما لكن أنا كنت أعرف دهاليز مجلس النواب كلها يعني حتى اللي دخل ب93 نواب دخلوا ب93 فيما منهم ما زالوا نواب حتى هذه اللحظة أنا بعتقد هذا وضع غير صحي ولا سيما إذا كان هذا النائب لا يقدم لا جمهوره يعني لا يلبي مصالح جمهوره أنا أنا لا أعترف بمقولة الصوت أمانة الأمانة عند رب العالمين أنت ما إلك أمانة عندي إلك مصلحة صوتك لدي مصلحة مصلحتك أن تدفع بالشخص الذي يحمل مصالحك ويحمي مصالحك ويدافع عنها وبالتالي يدافع عن مصالح الأردن ومصالح البلد المواطن الذي ينتخب نائب وهذا النائب يجلس تحت القبة ولا يقوم بدوره ولا يدافع عن مصالحه لما بتيجي أنا لا أفهم أنه عندما يأتي قانون برفع الضرائب على المواطن الأردني أن الأغلبية تصوت معه الأصل أن لا نصوت معه وكنت لا أصوت معه أنا بأعتقد أنه النيابة في المنطقة العربية وجاهة ويجب أن تتوقف بهذه الطريقة ويجب أن تكون قضية سياسية قضية مطلبية قضية الناس أن تحمل هموم الناس أن تحمل هموم الوطن أن تدافع عن فقراء الناس عن المهمشين هؤلاء الناس بحاجة اليوم أنت لما بتحكي في بلد زي الأردن يعني خلينا نقول الدخول دخل المواطن خمسمائة دينار أردني ستمائة دينار أردني هذا يعني واحد عنده في بلادنا عنده خمسة أطفال وسبع أطفال وثمان أطفال شو بده يلحق عليهم نعم اليوم الفقر والبطالة والجوع تطحن المواطن في كل البلدان العربية ولا يعني في كل المنطقة العربية يعني في مشاكل كبيرة في هذه القضية نعم لذلك المطلوب من النائب أن يحمل هموم شعبه وأن يدافع عنهم ليس بالضرورة أن يكون معارضا وليس أن يكون صراخا أو شتاما المطلوب أن تقف مع الحقيقة وتقف مع الناس في ذلك لكن للأسف في ناس بخذوها مجاولة يعني بدخل وبيحاول أنه ما يطلع إلى أبد الآبدين لا هذا تأبيدي ما بزبط أنت حضرت للستوديو من مادبة نعم صحيح أنت كنت في مادبة نعم في مكتبك نعم يعني متابعة قضايا الناس هذه إيش كانت بالنسبة إلك أنا سمعت كلام تحت الهواء قبل ما ندخل للستوديو سمعت كلام أثر بي أثر بي فعلا وأن لا وجامل أن تكون أنت هناك لتساعد الناس للمحتاج الفقير اللي عنده قضية أبونا يعني المواطن بده من نائبه أول شي أنه يلاقيه لاقيني ولا تغديني هيك بنقول بالأردن نعم بده أولا ناس تكون قريبة منه بده حكومات تشبهوا أنا شو بدي يعني أنا بدي حكومات تتصرف على يعني بالطريقة اللي أنا بتصرف فيها بدي ناس ومسؤولين يشبهوني أنا في منطقتي اللي هي مدينة مادبة افتتحت مكتب وأغلقته اليوم اليوم أنا كنت في المكتب وأغلقته وبيعت الأثاث وسكرت المكتب أربع سنوات متواصلة دفعت أجرة ودفعت أجار للسكرتيرا ومية وكهربا وإضيافة وأنا كنت كل يوم سبت المكتب بداوم خمس أيام بالأسبوع أنا كل يوم سبت كنت أداوم من العشرة الصبح الساعة الثلاثة بتجيك أمواج من الناس رجال ونساء بتعرفهم أو ما بتعرفهم انتخبوك أو ما انتخبوك وأبعض مرات كان يجيني ناس من خارج مادبة نعم في ناس لهم حاجات مادية بدك تلبيها أنا ما عندي بقدر ألبي حاجات كثيرة لكن في الحد الأدنى بالنسبة لي يعني بشتغل على مستوى راتبي لما بالأخير ما بيكون معي برفع الرأي وبقولهم أنا آسف للشهر الجاي أنا ما عندي وكثير يا ما كنت أخذ من مرتي بعد بعد 15 الشهر كنت أخذ منها مصروف ما يظلش معي 3500 ليرة ما نظل نحن هذه مناسبة نحيل فيها أم سيف أستاذة إناس رفيقة دربك إناس سليم سويس الله يسعد مساكم مساها نتوقف الآن مع هذا الفاصل وتحية لأبو سيف ولأم سيف ولأسرة أستاذ أستاذنا وضيفنا الأستاذ نبيل تحية خاصة لصبا نسلم عليها إن شاء الله نتوقف ونعود أعزائنا نعود إليكم ومع ضيفنا الأستاذ نبيل غيشان النائب السابق السابق اليوم للتو يعني قبل في هذا المساء صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب أعطينا يعني توضيح للخطوات القادمة حتى الانتخاب الانتخاب بعشر نوفمبر يعني هو مجلس النواب الأردني بموجب الدستور مدته أربع سنوات شمسية انتهت أمس حقيقة اليوم صدرت ومجلس النواب لا يجوز مجلس النواب يبقى قائما ما دام لم تجري الانتخابات لكن من حق جلالة الملك أن يصدر أمره بإجراء الانتخابات صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب هذا يترتب عليها أن الحكومة التي نسبت بحل مجلس النواب تعتبر حكومة مستقيلة خلال أسبوع من ذلك اليوم لدينا تاريخ عشرة دعش موعد محدد لإجراء الانتخابات وهذا الإجراء الأصل أنه يتم لكن في حالة الدستور الأردني يقول في حالة أن لم تجري انتخابات خلال الأربع أشهر التي تلت حل قرار حل مجلس النواب يعود المجلس إلى الانعقاد لأنه الدستور لم يعد فيه مكجال للفراغ بالسلطة التشريعية نعم لكن اليوم مجلس النواب أصبح منحلا وبالمناسبة مجلس الأعيان أيضا وهو مجلس معين من قبل جلالة الملك يكون عدد أعضاؤه نصف عدد مجلس النواب اليوم أيضا جلالة الملك أصدر إرادته بتشكيل مجلس النواب الجديد من 15 شخص خمسة عشر عفوا خمسة وستين عضو منهم سبع أعضاء من المسيحيين الأردنيين سبعة سبعة نعم من هني إخواننا الذين حازوا على الثقة الملكية بتعيينهم أعضاء في مجلس مجلس الأعيان ونعقول لأحبتنا المسيحيين بأن بأن هذه المسؤولية هي جزء من عملية من عملية التشريع ومجلس الأمة هو مؤسسة في الأردن مؤسسة سلاصخ نعم سبعة سبعة أعضاء الآن الآن أعتقد أن مجلس النواب مكانا للعاطلين عن العمل أو مكانا من أجل أن يأخذ راتبا أن يحسن وضعه المادي هذه قضية بالمطلق غير مقبولة مجلس النواب هو سلطة رقابية وتشريعية من يجلس تحت القبة يجب أن يكون يعرف كيف يخاطب السلطة التنفيذية وكيف يراقب عليها بكل جسارة وبكل اقتدار ودون خوف نقطة ثانية يجب أن يكون شجاعا وجسورا في مناقشة القضايا التي تهم البلد وتهم المجتمع بشكل عام حتى لو كانت الأغلبية ضدها نعم يعني إحنا كنا مجموعة قليلة عندما كنا نناقش مشروع قانون مشروع قانون معدل لقانون الأحوال الشخصية وكنا نتحدث عن السماح بزواج القاصرات في الأردن نعم وإحنا القانون يسمح بزواج من أتمت الخامسة عشرة نعم إحنا كنا نقول بس أمن أتمت السادسة عشرة لكن الأغلبية كانت كانت طاحنة تحت القبة أقول لك بصراحة واحتجنا إلى جلسة مشتركة بين مجلس الأعيان ومجلس النواب لكن عبرنا عن رأينا ما طلع في يدنا لكن على أقل تقدير أنه إحنا منحكي في هذا الموضوع وأنا بالمناسبة إحنا كمسيحيين في الأردن نحن لا نعاني من الزواج المبكر لا يوجد في خلينا نقول الكنائس المسيحية زواج يوم واحد قبل الثامنة عشرة لا يوجد غير موجود وأنا تأكدت من هذا خلال العشرين سنة الماضي إلا في حالات لا يدروا حتى غير موجودة لكن أنت بدك تدافع عن مجتمع عن مجتمعك طبعا بدك تدافع عن مجتمعك وبدك تحكي عن مجتمعك أنت أيضا في عندك إشي اسمه الوصي الواجبة كمان إحنا أخذنا فيها وخسرنا تحت القبة لكن في النهاية بدك تدافع عن مجتمع وبدك تدافع عن ناس وبدك تحكي لأنه لأنه لما الإبن بموت قبل أبوه الإبن بموت قبل أبوه الأولاد لا يرثوا صار في شيء اسمه الوصي الواجبة صاروا يعطوا إرث فقط للذكور ويتركون البنات طيب هنالبنات نفس الشيء أبناؤه للمتوفى الأصل وإحنا المرأة بالأصل عندنا مهضوم حقها وتأخذ النصف ومع ذلك النصف كمان إحنا ما بنعطيها فلذلك إحنا منقول ليس بالضرورة أن تكون دائما أنت تمتلك القوة لكن أنت تمتلك الحق عندما تمتلك الحق تمتلك العدل أنت تتحدث بكل بساطة وأنا بقول لك من تجربتي النائب النظيف النائب الذي لا تتلوث يده ولا جيبه ولا فرجه يستطيع أن يحاجج أي حكومة وبحط عينه في وسط رئيس في عينه في أي أصبعه في عين أي وزير أي رئيس وزراء لأنه ما بهمه مدام هو مش خايف أما الذي ترتجف يده ويرتجف عقله هذا بيكون هو بالأصل راح بالطريق غير السليم أنا بأعتقد أن النيابة هي تكليف تكليف بالدفاع عن مصالح الناس والحمد لله أنا قمت بدوري كاملا غير منقص الله يعطيك العافية فيما دبا أنت ما دبا عزيزي مسيحي غساني وغساني طبعا يعني هذا هذا البعد البعد الأصالة في مادبة كيف تراه الآن في ضوء في ضوء الدور دور الذي يتناغم مع الكنيسة مع التعليم الكنيسة مع الشهادة المسيحية أنا استمعت لك وأنت على الفيديو وأنت تلقي كلمة في الذكرى المئوية لإنشاء التشييد الكنيسة كنيست مادبة نعم يعني يعني يشعر مش بس العزيزي الكل يشعر باعتزاز أنه مادبة صورة صورة لهذا التاريخ مادبة أم 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 الخارطة مادبة التاريخ ثلاث عشر قرن يعني ثلاث عشر قرن قبل الميلاد تأسست ما زال هذا هذا يقودني إلى يعني وين شفت حالك أنت كنائب وأنت تتكئ على مثل هذا هذه الجغرافية اللي قلنا عنها وعلى هذا التاريخ يا سيدي أنا بعتبر حالي في هذا المشرك وعندما حتى أسافر إلى الخارج وألتقي حتى مع مسيحيين أقول لهم أنا أقدم مسيحي في المنطق في العالم أنا أقدم مسيحي صحيح لأنه أنا بالأصل أخذتها أبا عن جد أنا ما أجيت اتنصرت خلال قرنين أو خمس كرون أو ست كرون أنا مسيحي بالوراثة ألفين سنة ألفين سنة وهذا ما قلته أحد المرات قبل ثلاث سنوات عندما التقيت مع مبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الأديان أجي على الأورجن وأنا كنت أحد الأشخاص اللي التقيت فيه وحكيت له قلت له أنا مسيحي أنا أقدم مسيحي على وجه الأرض قال لي كيف قلت له لأنه أنا مسيحي بالأصلي يعني أنا مش تقليد ولا أنا تنصرت خلال سنة وسنتين أنتو الأوروبيين أنتو الأهم من ذلك مش أنا الأهم المسيح المسيح هو ابن المشرق وابن هذه المنطقة والمسيحية هي ثمرة من هذه البلاد من منطقة الأردن ومنطقة فلسطين وبيت لحم والناصرة والقدس خرجت المسيحية والمسيح عليه السلام عندما تعمد في نهر الأردن بالضفة الشرقية لنهر الأردن ومنها خرج النور إلى العالم لذلك المسيحية هي ابنة الشرق وليست ابنة الغرب وأنا أقول أن الحضارة العربية الحضارة العربية تحلق بجناحين جناح الإسلام المسيحية والإسلام لأن هذين الجناحين تحلق بهما والأصل على كل العربي إن كان مسيحي أو مسلم أن يفتخر بأن المسيحية ابنة هذه المنطقة وأن المسيح ابن هذه المنطقة والمسيح لم يأتي من روما ولم يأتي من فرنسا ولا من أسبانيا المسيح جاء من هذه المنطقة عندما نمارس طقوسنا نحن نمارس طقوس أبا عن جد إلى أن تصل إلى إلى عشرين قرن لذلك اليوم أنا لما بمشي في مادبة كل مادبة أمام منزلي في مادبة في بيتي في كتدرائية وتحت بيتي في كتدرائية وكنيسة الرسل إذا تسمع فيها نعم طبعا بجنب بيتي كنيسة كل مادبة كنائس هذه المنطقة كانت منطقة عامرة بالمسيحية عامرة بأهلها لكن نحن نقول أنه للأسف نحن هذه قضية كثير خطيرة الآن هي تراجع أعداد المسيحيين في المشرق هذه قضية مؤرقة هذه قضية مؤرقة يجب أن تؤرق المسلم قبل المسيحي لأن اختفاء المسيحية في المشرق يعني اختفاء الأصل يعني اختفاء الطبعة الأصلية أنت الصورة الصورة المانوليزة إذا اختفت الأصل ما عاد ما عاد الكوبي له دور لذلك أنا أعتقد أنه رغم كل الحملات اللي تشن اليوم اليوم المسيحيين في القدس لا يزيد عددهم عن خمس تلاف شخص هذا الحكي قبل ثلاثين سنة واربعين سنة وخمسين سنة كان عدد الكهنة والرهبات يزيد عن الخمس آلاف نعم اليوم هناك جريمة ترتكب بحق المسيحية ويسكت عنها العالم وهي تهجير المسيحيين وتسهيل تهجيرهم لأنه أنت بتعرف الظرف صعب نسبة كبيرة من المسيحيين اليوم في بيت لحم وفي القدس يعيشوا في أوقاف الكنيسة يعيشوا في بيوت أصلا تابعة للكنائس لأنه الأوقاف المسيحية في القدس داخل القدس أوقاف كبيرة جدا ليست أوقاف صغيرة وهذه تخص كل الكنائس لذلك نحن اليوم عملية التهجير وأيضا ما جرى لإخوتنا في العراق وسوريا من عمليات قتل وذبح وتدمير أدت إلى اليوم في العراق يعني في طوائف حتى طوائف غير مسيحية مثل الأيزيدية هذه طوائف غير موجودة بالعالم بقيت عنا أتباع يحن المعمدان كل هذه إحنا يجب أن نحترم كل هذه الطوائف من أجل أن تبقى هذه مهمة الحكومات ومهمة الشعوب ومهمة كل مسلم في هذه المنطقة المسيحيين كيف يشكلوا اليوم في الأردن كيف يشكلوا حتى في سوريا كيف تهجروا كيف تدمرت كنائسهم هذه قضية خطيرة خلال عملك النيابي وفي احتكاك مع يعني مع رسميين وصناع قرار خارج الأردن كيف كنتم تنقلون يعني هذا القلق أبونا يعني أنا هذا الموضوع كثير بقلقني حقيقة وأنا يعني كتبت بجوز في أمري الصحفي آلاف المقالات ويا ما كتبت مقالات حتى يعني أنا كاتب ثلاث مقالات على شكل رسائل إلى قداسة البابا لما زار الأردن ثلاث مرات يعني ثلاث بابوات واختلفين زاروا الأردن نعم نعم بقلقني وضع المسيحيين في المنطقة مقلق اليوم مش بس هيك حتى أنا مرة كتبت مقال يقلقني نهر الأردن اليوم نهر الأردن نهر وسخ بمعنى أن إسرائيل ملوث ملوث نعم دنس كلها هذا نهر مقدس المفروض أن يكون في مياه زلال لا يتم ولذلك أنا طالبت قداسة البابا في في كثير من المقالات أنهم يهتموا بهذه القضية قضية أولا تلويث نهر الأردن من قبل الاحتلال وقوات الاحتلال وأيضا موضوع الهجرة يجب أن يوضع حد لهجرة المسيحيين وأنا أعتب على كل الدول العربية وخصوصا الدول الثرية يجب أن تقدم مساعدات لكل المدارس وكل الجمعيات المسيحية في فلسطين لأنه لا يقدم إلها شيء لا يقدم إلها شيء على الإطلاق هذه هذه مدارس تدرس ولا تأخذ حتى حتى رسوم مدرسة ما بتأخذ اليوم عشرات بالمئات في كثير من المدن من المسيحيين والمسلمين يسكنون في أوقاف الكنائس ولا يدفع فلسطا واحدا لذلك أنا بأعتقد أنه إحنا بحاجة إلى دعم المسيحيين من أجل أن نحفظ النسخة الأصلية من المسيحية لتبقى موجودة هذه هذه رسالة إلى العالم رسالة إلى كل الدول اللي لما بصير قضية كل الناس بتصير معانا بس أنتوا بالأصل أنا بدي ياك توقف من أجل أن تدعم الوجود المسيحي في المشرق الوجود المسيحي في المشرق بون جدا للمسلم قبل المسيح صحيح ولهذا السبب يعني نحن نرى وأعيد يعني إلى الذاكرة زيارة شاركنا حضرتك وأنا فيها لقاء اللي عملوا جلالة الملك بمناسبة الأيات الميلادية في الجامعة الأمريكية في الجامعة الأمريكية في 2016 2016 وأنت كنت تعريف حظ نعم نعم يعني الأردن بنموذجيته يشكل يعني يشكل حالة يجب أن يستفيد منها الآخرون بمعنى أنه يعني هذا الدور الدور الأردني في القدس وفي التلاقي المسيحي الإسلامي وفي علاقة بين عمان والعديد من من الدول مع الفاتيكان عندنا هون نحن الأردن في نادي الأربعة أربع بابوات زارونا يعني الأردن عنده ما يقدم الوصاية الهاشبية على المقدسات كل هذه الأمور يعني هي حاضرة ولكن أقول بأنه الحضور المسيحي وأنا بعرف أنه جلالة الملك مهتم بهذا الموضوع وبعرف أنه الدور المسيحيين مهم في الدفاع عن القضايا العربية إضاءة منك على هذا الموضوع أبونا ياريت أنه كل المنطقة العربية تأخذ النموذج الأردني في تعامل الهاشميين مع المسيحيين لديها أنت تعلم أنه المسيحيين في الأردن ليسوا نسبة كبيرة يعني لا تتجاوز يعني بديش أبالغ لا تتجاوز ثلاثة بالمئة لكن التمثيل اليوم في البرلمان تسع أشخاص تسع مسيحيين في البرلمان وهذا تمثيل كبير لديهم تمثيل في مجلس الأعيان كما قلنا سبع أشخاص لديهم تمثيل في الحكومة ولديهم تمثيل على مستوى نائب رئيس وزراء وتمثيل في القضاء في المحكمة الدستورية في الهيئة المستقلة للانتخاب في كل المراكز الدولة موجود هذا التمثيل لكننا لا نحكي فقط عن دور السلطة السلطة تقوم بدور محترم جدا في التعامل مع المسيحيين نريد أن يكون هناك علاقات حقيقية على مستوى الشارع هذه العلاقات يجب أن تكون أكثر اليوم المسيحي على مستوى الشارع هو منتمي لبلده منتمي لعروبته حتى يعني بكل وضوح المسيحي يقدم هويته القومية على هويته الديني لكن أنا اللي بدي إياه أن هذه العلاقات أن تتوسع أكثر أن يكون هناك أيضا ضرب من حديد في أي بلد عربي أنه في محاولات للخلخلة في ناس بتحاول تخلخل هذه قضية خطيرة جدا أوصلتنا في كثير من البلدان إلى مآسي نحن بحاجة لكن أنا كمان بقول أن المسيحيين يجب أن لا يخافوا طول عمر المسيحية وهي في حالة صراع يعني بمعنى في مجتمعاتها من آلاف السنين لكن أنا اليوم يجب أن أركز على أن المسيحي هو ابن بيئته ويجب أن يكون على علاقة جيدة مع بيئته ومع جاره ومع اليوم أنت في نموذج بالأردن نموذج من خلينا نقول من عشر سنوات نموذج رائع المسيحيين بيوقفوا في رمضان على أبواب المساجد وبيوزعوا مية وبيوزعوا تمر وعلى الإشارات الضوئية والخوارنة في كثير من المناطق وبطاركة أنا حاضر إفطارات بتصير في الدير هذا الكلام بحاجة إلى تعزيز إلى تعزيز ترسيخه ترسيخه ليس فقط لدى النخب نحن بحاجة إلى ترسيخه في في السوشيال ميديا إذا سمحنا له يظل بهذه التجاوزات سيقتلنا سيقتل كل المنطقة مسيحيين ومسلمين صحيح يجب أن نقف بكل جدية من أجل أن نبقى مسيحيين ومسلمين أولا وأخيرا أبناء هذه الأرض بارك الله وأبناء هذا البلد وأن نكون يدا واحدة من أجل أننا كلنا إخوان بالإنسانية نعم صحيح بارك الله فيك أبناء وطن نتوقف نحن أبناء الوطن نتوقف عند هذا الكلام الطيب ونأخذ فاصلا ثم نعود شكرا متابعين على صفحة نورسات الأردن وفي هذا البرنامج عين على المشرق ما زلنا نسعد بصحبة سعادة الأستاذ نبيل الغيشان الصحافي الإعلامي السياسي وقبل وبعد الأردني الوطني المسيحي المنتمي المشرقي يعني أنا كلامك يعني بفرحني وهذا هذا هذا الخط الخط المسيحي الوطني المنتمي المشرقي هذا هو الأصالة يعني المرحوم والدك اللي أخذ جواز بالأربعينات وبدي أقول يعني غليونه سبيله هذا صورة صورة هذا هذا المسيحي اللي عاش في في أرضنا أبائنا وأجدادنا كانوا دوما منتمين الإعلام أنت إعلامي وإعلامي بارز وثلاثة عقود من العمل الإعلامي وانت مسيحي وسياسي ونائب وخبرة وفي محطات كثيرة أين وإحنا الآن على على صفحة وسيلة إعلامية مسيحية نشأت وانشأت فيه في لبنان قبل ثلاثين سنة هل ترى أنه عندنا إحنا إعلام مسيحي بالمعنى مش معنى اللون بالمعنى الرسالة أبونا أنا أنا بهمني أن يكون المحتوى وليس الشكل يعني بمعنى أنا لا يهمني أن تقول أنه نورسات هي محطة مسيحية أنا بهمني المحتوى أنا أفهم أن هناك رسالة دينية يجب أن تؤدى وفي قداديس في مواعيدها وفي كذا هذا كثير مهم لكن يجب أن يكون هناك اهتمام أكثر بالإنسان المسيحي نفسه وهموم هذا الإنسان المسيحي ليس بالضرورة تكون هموم سياسي نحن ما بنحكي عنه يعني في هموم اجتماعية في هموم اقتصادية في هموم ثقافية كثير قضايا يجب أن نقف من أجل أن أن نحدد أن هذا الإنسان المسيحي أولا أن يعتز بحاله يعتز بمسيحيته وأنا بعتقد أنه المسيحي اللي ما بعتز بهويته المسيحية هو شخص بلا هوية يعني حتى لو ما كان بصلي يعني مش مش بالضرورة أنه أي شخص في ناس كثير الناس بيصلي وناس ما بيصلي واللي ما بيصلي مش لأنه ما بيصلي لأنه كافر أوه ما بيصلي ما عنده وقت يعني بجوز لكن أنا بهمني جدا أن يكون هناك نقاش في كثير من القضايا والمفاصل التي تهم المسيحيين في المنطقة وجود المسيحيين في المنطقة أنا بعتقد خط أحمر أنا شو استفدت إذا بالظل كل هذه الكنائس وما فيه مسيحيين وحتى كنيسة القيامة بلا مؤخدة إذا ظلت قائمة وما فيه مسيحيين وإذا كانت مغارة بيت لحن قائمة وما فيه مسيحيين هذه قضية أنا بعتقد هي قضية العرب أولا وقضية الحكومات العربية وأيضا قضية العالم ما بيصير إحنا نصير زي الهنود الحمر بكرة يصير وقول لك إيه والله شفت اليوم مسيحي في الزرقة إيه والله شفت مسيحي في عمك عمي مش هيك إحنا بحاجة إلى إعلام أولا يثبت الناس يعطيهم الثقة يعطيهم الطمأنينة يرشدهم على كثير من القضايا إن كانت نفسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وليس عيبا حتى إنه يفتح مجال للمبادرات مجال مجال للناس من أجل أن تدلهم على خلينا نقول على العمل تضع على نورسات أو عكذا بعض البرامج كيف أنك أنت تشتغل كيف تقوم كيف تعمل كيف تتعلم تسوي كثير من القضايا لذلك أنا بدي أنه هذا الإنسان المسيحي أن يبقى منتميا أن يبقى متفائلا أن يبقى إيجابيا في مجتمعه أنا ما بدي المسيحي ينسحب سيقول أنا والله مسيحي وفيش داعي الحكي يعني شو اللي بتحكي أولى أنت مواطن أنت أقدم مسيحي بالتاريخ يا رجل وين الدنيا وين الدنيا نحن أقدم جماعة مسيحية أبدا ما في وأنا بعتبر حالي أقدم واحد حتى أقدم منك أبونا بالعمر بالعمر ف الإعلام المسيحي بحاجة إلى خلينا نقول نفس إيجابي أكثر نفس متفائل أكثر نفس مندفع للحياة أكثر نفس يعطي يعطي القوة للمسيحيين العرب في المنطقة بشكل بدي أسمع من أوصيف بعد أن يعني نرسل من هنا تحية إلى أخوتنا النواب الذين أدوا أدوا دورهم في الأربع سنوات الماضية أيضا نحيي إخوانا المترشحين اللي مقبلين على هذه الانتخابات إيش بتقول لا إخوانك يعني أبناء الكنائس المسيحية في الأردن ونحن نتحدث عن عن كنائس وطنية هذول المسيحيين أبناء وطن هم ليسوا أرقام وطنية هم أبناء لهذا الوطن وين دورهم بالانتخابات وإيش ما هي أبونا أنا بأعتقد أن المسيحي في المنطقة المشرق ليس رقما هو قيمة المسيحي في منطقة المشرق ليس رقما هو قيمة لذلك أنا بتمنى على كل زملائي اللي إن شاء الله رح نشوف منهم خلال شهرين قادمات أو أقل حتى تسع نواب في مجلس النواب الأردني أنا بطلب منهم أنهم يكونوا إيجابيين في مجتمعاتهم أن يتواصلوا مع جماهيرهم أن لا يقطعوا أي صلة مع الناخبين أن يكونوا دائما على تواصل مع مشاكل المجتمعات بشكل عام أن لا تقتصر خدماتهم أيضا فقط على المسيحيين لا بل خدماتهم على كل الناس أن يدافعوا عن كل مواطن مظلوم نائب مسيحي للوطن نعم مش نائب مسيحي للمسيح لذلك يعني أنا كثير بيجيني ناس بيقول لي يا أستاذ نبيل أنا خجلان منك ما انتخبتك يعني شو انتخبتني أنا داري عنك انتخبتني ولا ما انتخبتني أنت وصلتني وصلت مكتبي إذا أنت صاحب حاجة بقدر ألبي حاجتك وبقدر أخدمك وأنت قضيتك محقة أنا بمشي معك على أي وزير وبفوت نويات عليك شو بتقول لما دبا الآن بعد الأربعة سنين بقول لما دبا شكرا إنها سوتني نائب يعني أنا بافتخر بأهل ما دبا اللي أعطوني مسلمين ومسيحيين رقما لم يسجل بتاريخ ما دبا أعطيني قديس خمس آلاف وخمسين صوت أنا جيبت أكثر من المسلمين في ما دبا أنا أجل رقمي رقم اثنين في ما دبا وهذا رقم لم يسجل هذه صورة الأردن هذه صورة الأردن يعني أنا أخدت من رحمة والدي القرب من البداوة والقرب من التراث لاهجتك أنا مش بس لاهجتي أنا أبونا أعمل لونك قلبك أنا أعمل الآن على كتاب اسمه الأغاني في الكرك وما دبا وبتعرف أنه مسيحيين مادبا هم بالأصل ثلاث عشائر جاءت من الكرك بالألف وثمانمية واثنين وثمانين واستوطنت مادبا هذه الأغاني الكرك وما دبا أنا بعمل كتاب جمعت فيه الأفراح والأطراح وكل شيء وإن شاء الله بعد ما هيني تفرغت للنيابة بعد النيابة إن شاء الله خلال سنة بكون أخرجت الكتاب وأنا أفتخر أولا بمسيحيتي وارتباطي بمجتمعي وأنا ما فيه عزف في مادبا مسلم ولا مسيحي إلا بفوت وعلاقات الناس مع بعضها علاقات محترمة ما بيصير المسيحي ينكفأ أيضا على أبناء وطنه لازم يكون مندفع حتى لو إنه انكفأ الآخر يجب أنت أن تكون مبادر وأن تكون أنت دائما في المقدمة لأنه المسيح علمنا المحبة رسالة المسيح هي المحبة والعلاقات الجيدة إذا أنت ما بتكون على علاقة جيدة مع جارك وأن تكون مع مجتمعك وأن لا تضر فلان وفلان أعتقد هذه الرسالة كثير مهمة شكرا أبو سيف مجددا نحن سعداء بأنه توقفنا معك في هذا المساء عند عين على المشرق وعطيتنا من تجربتك ومن خبرتك ومن هذه المسيرة الطيبة إحنا استضفناك لأنك نبيل غيشان واستضفناك مش لأنك نائب سابق لأنك مش مترشح لأنه في هذا البرنامج وفي هذه المحطة نحن حريصون على أن نكون على مسافة واحدة من جميع أبنائنا وإخوتنا المترشحين نحن تعلمنا في هذا المساء وسمعنا شهادتك ورسالتك ونتطلع إلى إنجازك وهذه الخبرة المتراكمة في الإعلام وفي السياسة ستعطي لهذه الأصالة للونك العزيزي المادبي المسيحي المشرقي الأردني الوطني البدوي المتحضر المتمدن ستعطي قيمة وقيمة أكبر المسيحي لما يكون شرواء لحتك هو قيمة قيمة مضافة زي ما قلنا ليس رقم وطني وإنما هو ابن وطن وهو قيمة لهذا الوطن الله يديمك أبو سيف والرب يباركك ويعطيك العافية والحمد لله على سلامتك أحباتنا متابعي عيننا على المشرق شكرا لكم لهذه المتابعة مع أمنياتنا الطيبة أن تقضوا أسبوعا طيبا مباركا لكم من عمان من عمان المحبة من عمان التاريخ من عمان الشهادة والوئام والرسالة نقول لكم إلى لقاء يوم الأحد القادم في نفس الموعد وحتى ذلك الحين لكم محبتنا وأذيتنا شكرا ترجمة نانسي قنقر